ترأس غبطة البطريارك الكاردنال لويس رفايل ساكو قداس الأحد الأول من موسم تقديس الكنيسة في المعهد الكهنوتي بعنكاو بحضور تلاميذ المعهد وعددا من المصلين وفي عدد القداس قال غبطته يتعين العمل بجدا من أجل أن يشعر الجميع بأنهم بنات وأبناء الكنيسة وليسوا غرباء عنها وأنهم مرتبطون ببعضهم بعضا بالمعمودية ناصح البنات وأبناء الكنيسة أن يبحثوا عن الحق في المسيح ويبشر به وأن يبقوا أمناء تجاه الكنيسة ويشهدوا للإنجيلة بحياتهم كما على الكنيسة أيضا أن تكون أمينة ومتماسكة وأن تهتم بالمهمشين والفقراء والمرضى وغير المعمدين وختم البطريارك ساكو عدته قائلا السينودوسية هي السير معا في الصلاة والإصغاء إلى الروح القدس لتجديد الكنيسة لكي تتلاءم رسالتها مع واقع وثقافة اليوم